وخلال الزيارة استعرض وزير الموارد المائية والرأي جهود تطوير منظومة إدارة الرأي والصرف بواحد سيوة وذلك خلال استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقي بالقرية الأولمبية استعرض الوزير الجهود المبذولة لتحسين منظومة الرأي بواحد سيوة بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم تصميم حل هندسي لنقل المياه خارج نطاق البرك للتغلب على تحديات ارتفاع منسوب المياه واستمع رئيس الوزراء إلى شرح مفصل من مدير إدارة المياه بالهيئة الأندسية للقوات المسلحة واستكمل خلاله استعراض تفاصيل الأعمال بمشروع تطوير منظومة إدارة الرأي والصرف بالواحة بمرحلتين حيث تم إنشاء 12 بئر انتاجية بأعماق تصل إلى 1200 متر تم تنفيذها بنسبة 100% إلى جانب غلق 42 بئر سطحية شديدة الملوحة كما يشهد المشروع إنشاء شبكة لتوزيع وخزانات لعدد 9 أبار عميقة تم تنفيذها بنسبة 98% بإجمالية أطوال شبكات بنحو 85 كيلو متر ترجمة نانسي قنقر